بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وناخد مع بعض حل الواجب الخاص بالمادة M180 للسبرينج سمستر 2021-2022 يعني انا ما راجعتش على الاسئلة قبل كده انا احنا هنشوفها الاول مرة مع بعض وانا بحل الاسئلة في الفيديو ده عشان نضيعش وقت لحل الاسئلة وارجع سجلها مرة تانية فخلينا نحل ونسجل مع بعض ونقرأ الاسئلة مع بعض نشوف اول حاجة بيقول لك يعني من من شكل الاسئلة هي شكل الاسئلة اللي كده تيجي قبل كده رأيت اكمبيت جافا بروجراند ساش ذات ات انكلودز امتود دات تيكس تو ديمينشنال اري يعني عندنا مست بياخد تو ديمينشنال اري ازا ان ارجومنت وبيريتيرن وان ديمينشنال اري حلوة كونتينز اونلي دي اليمينتز او دي دياجونال او دي ديمينشنال اري يعني الجزء اللي هو الدياجونال هو اللي بياخده السوم ده ده ازا سكوير ماتريكس هي ماتريكس مربعة يعني عدد الروز بيساوي عدد الكولومز طيب تعال نشوف هنعملها ازاي عملنا هو مبدئيا كده من قراءتي للموضوع ان هو انت عندك ماتريكس عاملة كده خليها تلاتة في تلاتة يعني مسلا ادى واحد ادى 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 تلاتة وعندك هنا اتنين خمسة اربعة تلاتة اتنين ستة او تخليها تلاتة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دي معناها انها ان عدد الصفوف زي عدد الاعمال دول تلاتة ده تلاتة هو بيقول لك انا عايز عايزك بتاخد الموجودة في اللي هما ده وده وده ده كده وتروح تحطها لي لان انت بترجع فاحنا هناخد الكلام ده ازاي الشكل المنطقي اللي انا بفكر فيه ان انت عندك ده ده كده صفر واحد اتنين ده صفر واحد اتنين فانا رأي ان ده صفر وصفر وده واحد وده اتنين واتنين اتنين مع اتنين ازا احنا ممكن نقول ان لما تكون بتساوي الجي ان ده بيساوي ده يبقى ناخد العنصر ونحطه في الاري لما تكون ده بيساوي ده يعني لما تكون بيساوي بعض يعني لما تكون زيرو زيرو او واحد واحد او اتنين واتنين تلاتة وتلاتة وهكزا طالما ان اي بيساوي جي ممكن نقول له خد العنصر وحطه لي كده احنا حللنا سؤال ايه بالنسبة لبي بيقول لك اتن كلودز امين ميسود مطلوب منك تعمل لي مين ميسود بتست اباو ميسود بيقولنگ يوزن بيقولنگ ات يوزنگ تو ديمينشل ارراي اوف صايز تلاتة في تلاتة يعني اعمل لي ارراي تلاتة في تلاتة عحطها لي في المين ميسود بيقول لك بيقول لك ساش زات دياجونال او اتس دياجونال انكلودز اتليست ثري ديجيتس اف يور ستودينت اي دي. يعني هاتي بتاعك حط ثري ديجيت يكونوا موجودين في الدياجونال. حلو. اند برينت ذا ريتيرن الاري. واضبع للاري اللي هترجع. طيب تعال نخلص زول الاول وبعدين نشوف البقية. اول حاجة هنعمل هنقول له اه هو بيرجع المفروض ان احنا هنقوله ان هو بيرجع اه انت وممكن نسميه ريتيرن الري او ممكن نسميه اي حاجة يعني اهو ريتيرن دياجونال مسلا تسميها زي ما انت عايز يعني مش هتفرق لانه ما طلبش تسمية معينة. وبتاخد ايه بتاخد اه ممكن نسميها اه الري تو دي مسلا. عشان نرجع في الاخر لازم اكريت الوان دايمينشن الاري دي الاول فهقول له انت الري وان دي بيساوي نيو آآ نيو انت ودي لها قيمة تكون نفس عدد الصفوف بتاعة الري تو دي. كده. خلاص? المفترض ان احنا عشان نلف على الري تو دي لازم نعمل تو فول لوب. الفول الاولينية انت اي بيساوي صفر اي اصغر من الري تو دي دوت لينس. واي بلاس بلاس. تمام? الري الداخلية هنقول له فور انت جي بيساوي صفر و جي اصغر من الري تو دي اف اي دوت لينس ده اللي احنا متعودين عليه. اللي مذاكر يعني. وبعد نجي بلاس بلاس دايما لما بنلف على الري سنقية البعد بنستخدم التوف واللوب دول. طب وبعدين نعمل ايه? عايزين بقى عايزين الدياجونال. فعشان نجيب الدياجونال هنقول له لو الاي اكوالز اكوالز الجي ما انا قلتلك لما يكون الاي بزيرو والجي بزيرو او الاي بواحد والجي بواحد. يعني لما يكون الاي بتساوي الجي بانت كده في الدياجونال. في الحالة دي. آآ حطيلي في الري وان دي. اف اي. حطيلي فيها العنصر الجديد اللي هو. اري تو دي. اف اي اف جي. يبقى انت في حالة انك لقيت ان الاندكس متسويين في الحالة دي هات للعنصر اللي موجود دلوقتي اللي احنا شغالين عليه وحطولي في الري وحادية البعد. وفي الاخر خالص اقول له ريتيرن آآ الري اللي هي وحادية البعد اللي هي الوان ديمينشن اري اتوقع كده السؤال خلصا. ده اللي هو بارت ايه? تمام? طيب في بارت بي بقى هو طالب منك انك تعمل عن طريق انك تعمل الري بيقول لك انها تلاتة في تلاتة. تخلي الدياجنا اللي فيها هيكون فيه ارقامك الجامعية. يعني انت عندك انت الري مسلا خليها تبقى الري وان مسلا. بيساوي. وحطيلي فيها ايه? دي الري اعملها بالشكل ده. اللي هي الري. حط فيها بقى عناصر هنا. حط الاول سيمي كولوم في الاخر. حط عناصر هنا. العناصر دي يكون في النص فيها الاي دي بتاعك. يعني انت مسلا الاي دي بتاعك ليكن مسلا عامل كده. حاول تحط الجزء الاولاني مسلا من الاي دي يكون هو اللي في النص. يعني مسلا تيجي هنا. تقول ستة. عناصر هي وسبعة. وخمسة. لا بدل السبعة دي حط جزء من الاي دي بتاعك اللي هو اتنين مسلا. عندك هنا تمانية سبعة وتسعة. بدل السبعة اللي في النص دي يحط جزء من الاي دي اللي هو تلاتة. توقع حسب ما هو بيتكلم انا فهمت من كلامه كده. والله هي وممكن تحط الاي دي بتاعك كله. يعني ممكن مسلا تجيب الاي دي بتاعك كده. تحطه كله. تجيب الجزء التاني من الاي دي تحطه. تجيب الجزء التالت من الاي دي مسلا تحطه. وتكمل عليه. تمام? لان هو قال لك احنا المين مسو داي? احنا كده في المين? باي كولنج ات يوزنج تو دايمينشنل او دا سايز تلاتة في تلاتة ساش زات اتس دياجونال انكلودز اتليست تري دي جيتس اوف يورو ستيدن طا اي دي اند برينت ذا ريترنت اري. يبقى احنا عملنا هنا اللي هي سنقية البعد بس طبعا المفترض انت بتحط هنا كده عشان يبقى هي سنقية البعد لازم تحط دول صح? طيب. وهتعمل تانية وهتستدعي فيها المسود اللي هو ده. وتحط فيه الاولانية. اهو ايه الموضوع? الموضوع ان المسود دي بتاخد تو دايمينشن الاري وبترجع لك وان دايمينشن الاري. فاحنا بعتنا لها اللي هي دي. بعتناها. فهي هترجع لك وان دايمينشن الاري اللي هتبقى هنا. فالوان دايمينشن الاري دي. المفروض ان هي هترجع لنا بس العناصر الدياجونال. اللي هي فين? اللي هي اتنين. شوف برضو عشان ما تطلخ بطش. الدياجونال ده اول مرة ده الدياجونال. تاني مرة ده الدياجونال. تالت مرة ده الدياجونال. يعني الدياجونال هنا في الاندكس زيرو. هنا في الاندكس واحد. هنا في الاندكس اتنين. لازم التلاتة دول يكونوا من رقمك الجامعي. ده. وده. وده. عارف ليه? لان انت لما بتعمل الاري. انا طبعا يعني اهو. اتنين تلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة. تمانية وتسعة وخمسة. تمانية وتسعة وخمسة. فده كده الدياجونال. ده اللي المفروض يرجع في النهاية اتنين وستة وخمسة. اللي هو ده. وده. وده. فدايما لازم التلاتة دول يبقوا من رقمك الجامعي. او ممكن التسع ارقام يبقوا تحطوهم من رقمك الجامعي براحتك. يمشي برضو. خلاص? فالمفروض ان الاري تو دي هي اللي يبقى فيها الدياجونال. تعال بقى نلف عليها كده نقول له فور. انت اي بيساوي صفر اي اصغر من الري تو دوت لينس. اي بلاس بلاس وبعدين. اه نقول له ايه بقى? نقول له سيستم دوت او دوت بلينت لين? اتباع لي. اتباع لك العناصر اللي هو اتنين وستة وخمسة. لو اتباع لك اتنين وستة وخمسة يبقى احنا البرنامج بتاعنا سليم. اهو مزبوط. عايز تبعهم كل واحد في سطر. عايز تبعهم في سطر واحد. ممكن تبعهم في سطر واحد. عن طريق انك تعمل برينت ومسافة كده. وقبلها تعمل مسلا جمل السيستم لتقوض البرينت لينه تقول له. اهو. اهو ممكن تحسنها شوية عن طريق ان انت. تقول له تخليها برينت وتنزل هنا تخلي دي برينت لينه. زي كده مسلا. اتنين وستة وخمسة. ولو حطينا اي تقاية اغريق التانية. المهم ان ده حل السؤال. بيقول لك بوزا سكرينشوت اوف دا كود. واتزا طايم كومبليكس دي طبعا هتقول له. بس ده حل دي لوحده يعني حط في سي لازم تحط تبعين له فيها الكود وتبعين له فيها عملية الرن. ولو عايز تعمل الرن بشكل مختلف مسلا ان انت تخلي المستخدم هو اللي يدخل الري وبعد كده تبعين له في الاخر ان الري دي هي يعني ممكن الاود بوتي يختلف عن كده. طيب الطايم كومبليكس دي. طبعا دي دايمينشن الري. واحنا بنلف عليها عن طريق اللوب الاولينية بتلف عدد معين من العناصر. واللوب التانية بتلف عدد معين من العناصر. فدي تعتبر ان ودي تعتبر فالاتنين هينضربوا وبعض فتبقى ببقوا في ان تربيع. دا لو كانت عدد العناصر غير معلومة. كن بقى ان هو هتطلق هنا تلاتة في تلاتة عدد العناصر معلوم في اللوب الاولينية وعدد العناصر في اللوب التانية معلوم ولكن ده مجرد او اختبار. لكن المفروض ان المسلط بتاعنا تشتغل على اي على اي عدد من العناصر. فعشان كده اللوب الاولينية تعتبر ان واللوب التانية تعتبر ان فتعتبر. يبقى انت ممكن تقول له حاجة زي ايه? كومبليكستي. از بيج او اف ان تربيع. انا بقول لك مسلا. ما ينفعش تكتب بنفس الطريقة. كل واحد يكتب بالطريقة المناسبة لي. نحن تقول له ان الكومبليكسي بيتساوي بيج او اف ان في بيج او اف ان بيساوي بيج او اف ان تربيع. the reason is we have مسلا. او ام اف ان تستى تلك او اف سوLC solve. المساعدة الأولى هو O ومساعدة المساعدة المساعدة الأولى هو O بيقول لك هنا ممكن تقوله برضو ان في العادة احنا لما بنيجي نلف على آآ بندرب يعني بنحتاج بنحتاج اتنين فول لوب متدخلين عشان نلف على جميع العناصر بتاعتهم فعشان كده احنا محتاجين اتنين لوب متدخلين وتقول هيبقوا بتاعتهم ان في ان تربيع. تمام ده السؤال الاولاني. بالنسبة للسؤال التاني ده بيقول لك ايه? لينك اللي هي النوت بي دي. هس شون هو هنا محتاجك ترسم تفضل ترسم له زي دول كده. على فكرة خدنا مسائل زي كده. يعني بنفس الترتيب تشو اه بوزيشن اف بي ان اتش ستيب يعني لازم توضح له البوزيشن ده ان اتش ستيب فهو محتاجك تمشي على الخطوات دي كل ستيب ترسم له للرسمة دي. فاحنا هنرسمها واحد اتنين تلاتة اربعة هنرسم دي اربع مرات. محتاج ترسمهم بقى. شوف اول مرة. في ايه? هتعمل ايه? مطلوب منك. طيب تعالي نرسم الاول ده. اتش. بيشاور على ايه? بيشاور على ار. بيشاور على او. او ما بتشاورش. تشاور على نل. ماشي? طيب. وده بي. او بي. تمام. شوف بقى ركز معايا في الحيطة دي. بي دوت نيكست دوت نيكست دوت داتا بيساوي ال. يعني ايه? شوف. ده بي. دوت نيكست. دوت نيكست. دوت داتا. هتبقى بدل ما هي ار هتبقى ال. يبقى ده بي. دوت نيكست بيوديني هنا. دوت نيكست بيوديني هنا. الداتا بتاعته غيرها لي خليها بدل ار. خليها ال. يبقى المفروض ان احنا هنعمل ايه? نخلي الداتا. خلاص? وده البي بيشاول على ده. دي بالنسبة لايه? بالنسبة البي. مفروض برضو ان احنا هنشتغل على ده. فالمفروض ان بي دوت نيكست. خلي بالك ان هنا بي دوت نيكست هو عايز يدى قيمة للنكست. يعني ايه? بي دوت نيكست ده البي اهو. يعني اللي بعده اللي هو ده. بس هو هنا بيقول لك خلي ما تبقاش ده. لا البي دوت نيكست انت هتدي لها قيمة جديدة. عشان كده. البي دوت نيكست هندي لها قيمة جديدة غير القيمة اللي موجودة دلوقت. لانه بيقول لك غير لي لبي دوت نيكست لانه جايب بعدها على ميت يساو. يبقى البي دوت نيكست مش مش هتبقى زي ما هي هنا كده ده لخليها تدي لك قيمة جديدة. طب ايه يا فندم القيمة الجديدة? قالك القيمة الجديدة هي بي. دوت نيكست دوت نيكست دوت نيكست دوت نيكست الي هي دي. يبقى هيوصل لك ده. ده. معنى كده انه هيلغي الاتنين دول. وهيوصل الاتش مباشرة على الاو. ايه ده وهيلغي اتنين مرة واحدة اه هيلغي اتنين مرة واحدة. هو اللي عمل كده. هو قال لك خلي بتاعتي بتاعها يبقى ايه? يبقى جديد. اللي هو يعني دي خلي بتاعها يعني خليها تروح على بي دوت نيكست. دوت نيكست. دوت نيكست. فاصبح ايه بقى? اصبحت الرسمة الجديدة عاملة كده. ودي كده البي. تمام طب سي. بي دوت نيكست دوت نيكست. بعله نرسم الاول دي. ودي البي. فهو بيقول لك ايه قال لك ان البي اللي هي دي. دوت نيكست دوت نيكست دوت نيكست دوت نيكست يعني اللي بعد كده اديله قيمة جديدة اللي هي نيو نود دابليو. يعني حط هنا يعني دي كده بي دوت نيكست. سهو قال لك كمان مرة دوت نيكست يعني خلي الجديد بيساوي ايه? بيساوي نود جديدة اللي هي اسمها دابليو. تمام. اخر حاجة بقى. ولكن هو هنا عمل ايه? قالك بي بيساوي بي دوت نكست. يعني انقل البي دي نفسها. البي المفروض انها بتشاور على الاتش. لا بيقولك ان البي نفسها خليها بتتحط فين? في البي دوت نكست. يعني هنا كده. فعشان كده هنخلي البي بدل ما تشاور على الاتش تشاور على الاو. دي الرسمة النهائية اللي هي الرسمة دي. خب كده خلص السؤال التاني كمان هو عبارة عن رسم بس. تمام. هنا بيقول لك ايه بقى? بيقول لك كلاس كلاس تمام. في وفي 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 بوب. ده هيتحل بالنيت بيمز. طيب تعال نشوف الاول هو عايز يعمل ايه? اتس ركوير تو رايت اميثوت دات تيكس استاك افوردس. هتاخد ميثوت بي اه هتعمل ميثوت بيعمل استاك افوردس. اند اكاراكتر. وحرف. ممكن اقول له تيست ستاك مسلا. ونعمل هنا مين مسود. عشان نعمل مسود المفروض ان احنا نعمله برا للمين اصلا فنقول له بابلك برضو. هو بيقول لك ان هو ده خلينا نعمله بشكل مبدئي من نوع لانه بيقول لك ريموفز ريموفز ده ممكن هو قال لك زي انا ممكن غالبا بيكون يعني خلينا مؤقتا نعمله ضيب. وبعدين نعمل المسود اسمه. هو يعني انا عايز اسمه احسن بس آآ طيب خلينا مؤقتا نعمل اسمه اي حاجة وبعدين هو بياخد ستاك وفوردس ونقول له ان انت بتاخد ستاك ووردس وتاخد كاركتر سي مسلا تمام الاستاك لازم نعمله امبورت عملنا له امبورت تمام هتحذف جميع الاسماء اللي موجودين في الاستاك اللي ما بيبدأوش بالحرف ده يعني لازم كل الاسماء اللي في الاستاك تبدأ بالحرف ده لازم يحتوي على الاسماء بنفس الترتيب لا تعالوا بقى نرسم الموضوع لان الموضوع كده ايه تشوف عشان نعرف هنعمل ايه بالزبط اولا هو صح واسمه مش هايفرق معنا اسمه وايه عمل الاسم اللي انت عايزه تمام طيب خلينا نعمل واحد مؤقتا احنا عايزين نحط اسماء زي مسلا احمد سارة مي علي تمام فاحنا ممكن مسلا نحط الحرف ان هو ايه خلي ده ايه سمول وده ايه سمول زي ما هو عشان يعني طيب عايزين كل الحروف اللي بتبدأ بايه بس هي اللي تبقى موجودة فاحنا هنعمل ايه اللي احنا هنعمله ان احنا لو خدنا الاسماء دي وحقناها في ستاك تاني فهنقوم واحنا معدين كده ناخد علي نحطه هنا تمام وناخد مي نحزفها علي هيتحزف ومي هيتحزف بس الفرق ان علي هيتحط في الستاك التاني لكن مي مش هتحط وصارة مش هتحط احمد هو اللي هيتحط تمام تعرف المشكلة فين بقى المشكلة ان انت حتى في الستاك التاني هتحط صحيح احمد وعلي بس هيبقوا مش بنفس هو قال لك هنا انزا سيم اردر يبقى في الحالة دي لازم بعد ما انت مفضلت الستاك الاولينية دي ترجع تاخد احمد وعلي مرة تانية تحط احمد تحت وعلي فوق ليه لان اللستاك نظامه كده ان انت هترجع بعد كده تاخد احمد هيتحط تحت في اللستاك دي وتاخد هو ويتحزف تاخد علي ويتحط كده فهيبقوا بنفس الترتيب اللي كانوا عليهم يبقى انت اول مرة هتشاههم من اللستاك دي تحطوهم في اللستاك التانية بس من غير ما يوصار او من غير يعني هتاخد الاسماء بس اللي بالحرف اللي هو حرف الايه مسلا او اي حرف معين لما ترجعهم مرة تانية لازم ترجعهم في نفس عشان يرجعوا نفس التركيب تعالوا نجرب الموضوع ده ونشوف هنعمل ايه دلوقتي لازم نعمل ام بتستاك الاول او لازم نعمل استاك تم بستاك نقول له نعمل استاك تم هيساوي نيو استاك ده تم بستاك وبعدين هنقول له طالما ان الوردز دوت از امبتي هقول له طالما ان الوردز از ناط امبتي كده طول ما الوردز اللي هو الاستاك الاولان لسه في قيم از ناط امبتي هنعمل ايه هنقول له اف لو عايزين نقول له لو كله عنصر خلينا الاول ناخد ايه ووردز دوت بوب احزف للعنصر بس اخزنه الاول في متغير يعني انا هقول له احزف للعنصر تمام طيب خلينا نحوله الى هقول له احزف للعنصر بس قبل ما تحزفه خزنه لي في وورد تمام وهاجه اقول له اف وورد دوت شار ات سي هي ساوي ساوي سي هي ساوي ساوي اه اه عفوا ان شار ات زيرو لان انا عايز الحرف الاول منه عايز اقارن الحرف الاول منه بالسي اللي هو الحرف ده يعني مسلا اقارن الحرف الاول منه اللي هو احمد اقارن الحرف الاول منه اللي هو ايه فعشان اجيب الايه او الحرف الاول بجيب الاندكز زيرو بقارنه بالحرف اللي هو سي اللي هو المعطى هنا طيب فحالة ان انا لقيت من الحرف الاول مساوي للكلمة يبقى في الحالة دي اعمل ايه هقول له تمب اللي هو الاستاك الجديد وتبوش حطيلي فيه وورد. بس. بس كده هو هينقل لي كل حاجة في الاستاك اللي اسمها تمب. بس هينقل الحاجات بس اللي حروفها بتبدأ بالحرف اللي انا عايزه. الحركة التانية بقى ان انا هرجع رجع كل حاجة للاستاك الاولاني اللي هو ووردس ازاي? هقول له ويل تمب از ناط امبتي بوش ووردس دوت بوش تم دوت بوب بس كده. تعالوا نجرب الموضوع ده ونشوفه. تعالوا نعمل بقى في المين اس بيساوي نيو ستاك. نقول له اس دوت اد احمد اس دوت اد سارة اس دوت اد مي اس دوت اد عالي تمام اس دوت اد عامر كده انا ضفت العناصر للاستاك. بعد كده هعمل ايه? بعد كده عايز استدعي المسود اللي انا سميته ريم. وبعت له الاستاك اللي هي اس وبعت له اللي هو حرفه معين. آآ ممكن اقول ان الحرف ده مسلا ايه? خلاص? خليني اعمل شوية تعديلات خلينا احط احمد هنا كده واحط علي في رقم اتنين مسلا. المفترض ان انا بقى الاستاك الجديد اللي هيطلع عندي هيطلع. ما هو احنا لما عملنا الاستاك ده اتعمل ازاي شوف. ضفنا سارة فسارة بقت هنا. ضفنا علي فعلي بقى هنا. ضفنا مي فمي بقى هنا. ضفنا احمد فا احمد بقى هنا. ضفنا عامر فعامر بقى هنا. هنمسح مين? هنمسح مي وهنمسح اس اللي هي سارة. فيتفضل عندنا عامر هو اللي في الطب واحمد. المفروض يعني ان المسل بتاعنا لو اشتغل صح يبقى كده يبقى حط عامر في الطب وحط احمد بعده وحط علي بعده. فاحنا عشان نختبر. نختبر ازاي? اول حاجة نجيب الطب ده نجيب الاسماء نطبع الاستاك. ونشوف ايه عناصر اللي في الاستاك. لو ادالي علي واحمد وعامر يبقى صح. بس انا لازم اتأكد كمان ان عامر هيبقى هو في الطب. تمام? لان هنا ده كده. الاستاك عامل كده. الاستاك اللي انا ضفته عامل كده. عامر هو اللي في الطب. فلازم اتأكد ان عامر هو اللي في الطب. فعشان كده هعمل ايه? هاجي هنا. واطبع الستاك. وهاجي تحتها. واجيب العنصر اللي في الطب. ده. لازم يكون عامر. هو المسو تشوف حتى هو كتب لك هنا هوا. لازم تستطيع استخدم المسوط از امتي بوش بيك وبوب. فانستخدم بيك. دع له كده نجرب. علي واحمد وعامر. اللي موجود في الطب هو عامر يبقى احنا المسوط بتاعنا اشتغال بشكل سليم. ده كده كان اخر مسال موجود عندي. كده انتهينا من الامسلة بشكل كامل. ما حدش بقى يطلب مني الملفات دي لان انا حلت معاكل اسئلة واحدة واحدة. لازم انت كمان تحل كل حاجة بنفسك عشان تبقى انت اللي حلت الواجب بنفسك. آآ انتهينا من الواجب اتمنى لكم التوفيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.